الى الرياضة انطلقت مساء امس بملعب ادريس محمد اويا وسط العصر من جميعنا انطلقت فعاليات البطولة الوطنية للناشئين دون سن الثامنة عشر لرياضة العدو النسخة الاولى ادم حسن المكاوي نقطة النهاية وحدها هي الهدف الذي وضع نصب اعين هؤلاء العدائن والعداءات الذين يمثلون مختلف قالم البلاد بالبطولة الوطنية الاولى للناشئين تحت سن الثامنة عشر لرياضة الجري منافسات في مسافات مختلفة تشمل فئة الرجال والسيدات للمئة ومئتين واربعمائة متر كانت حاضرة بقوة في هذا المضمر حيث وصلت بعض الصباقات الى خاتمتها الطيبة للبعض والمشجعة للبعض الاخر فسباق المئة متر للفتيات تربعت على عرش العداء يايم ألانجومي فتاة صار التي حلت بالمركز الاول فيما لاحقت بها بالمركز الثاني العداء من دا سولانج اما سباق الرجال للمئة متر فقد عانق فيها عداء انجمينة دي جام ارميل الميدالية الذهبية فيما اكتفى العداء غولوم توني بالفضية لحلوله بالمركز الثاني نهاي الاربعمائة متر للفتيات كان المركز الاول فيه من نصب فتاة كيلو العداء ريابيس سيلفين التي قطعت المسافة في زمن دقيقة واربع ثوان وحلت في المركز الثاني العداء ميريام كيم في زمن دقيقة واحدى عشر ثانية سباق الاربعمائة متر للرجال كان اول من قطع خط النهاية فيه بزمن ثلاث وخمسون ثانية هو العداء اندوى اديماجي الذي توج ببطولة سباق الاربعمائة متر ليحل في المركز الثاني العداء بيدي جيم سيرج بفارق ثانية واحدة من الزمن المدير العام لرياضة بوزارة الشباب ورياضة اثناء تشريفه البطولة اشأد ببادرة الفيدرائيلية التشادية لرياضة الجري لتنظيمها هذه البطولة للناشئين وما زالت فعاليات منافسة البطولة قائمة لسباق الريح فالكل يريد ان يكون في المقدمة فالمؤخرة دائما اجواؤها لا تطيب للجميع